موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها عن الشهداء الجزائريين الذين عادوا إلى وطنهم بعد مئة وسبعين عاما وهم في متحف بارسين إن هذا الحدث كبير بلا أدنى شك ويستحق التنويه والإشادة فمن حق هؤلاء الرجال الذين قاوموا المستعمر والذين دفعوا حياتهم في سبيل تحرير بلادهم أن يعودوا ويدفنوا على ثرى أرضهم من حقهم هذا ومن حقهم أن لا يبقوا مجرد أشياء تعرض في متحف بارسي من مدار سنوات تجاوزت أو قاربت مئة وسبعين عاما نعم من حقهم ذلك ومن واجب الجزائريين تجاه أجدادهم الذين قاوموا الغزاة ووقفوا وقفة رجال وبدلوا الغالي والنفيس في سبيل أن يحرروا أرضهم وعلى مدار مئة وثنين وثلاثين عاما من المقاومة التي تجلت في عدة ثورات آخرها ثورة أول نوفمبر الخالدة التي اندلعت في عام 1954 ونالت الجزائر استقلالها عام 1962 بفضل رجال وقفوا وقفة أبطال ودفعوا الثمن من الجهد ومن العرق ومن الدماء ومن كل شيء في من أجل تحرير أرضهم وحماية عرضهم إذن من حيث المبدأ أن هذا العمل كبير ووطني وإنساني وتتجل فيه كل القيم الوطنية والقيم الإخلاقية والقيم الدينية تجاه هؤلاء الرجال هذا من حيث المبدأ ومن حيث الفعل أيضا يستحق التنويه أن يعاد رفاة هؤلاء الرجال إلى أرضهم بعد كل هذه السنين من المنفى من منفى الجماجم والتي لم تنقى كما قلت حتى حظها من أن أدهدد فنا تحت الثرب أن يأتي ذلك بمناسبة عيد الاستقلال والشباب المصادف لكل خمسة جوليا من كل عام أمر أيضا فيه رسائل كثيرة وتجلت هذه الرسائل من الكلمات التي ألقيت سواء من طرف رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي أو من طرف رئيس الجمهورية التي جاءت في فحواها الكثير من الدلالات التي تعبر على أن هذا التاريخ لا يمكن أن ينسى وأن هذا التاريخ لا يمكن أن يطوى وأن هذا التاريخ سيبقى شاهدا على عظمة شعب قال لا للغسال ها هم الطال المقاومة الشعبية يعودون إلى الأرض التي ضحوا من أجلها بأرواحهم وحياتهم يعدون والعلم الوطني يرفرف فوق أرواحهم وأجسادهم الطاهرة التي سرقها لاستعمار الفرنسي البغيذ وهربها وعرضها في متحفه منذ أكثر من قرن ونصف بلا أدنى شك أنه كما ذكرنا من حيث الزمان أن هذا الأمر فيه دلالات زمنية كبيرة ومن حيث المكان أن القضية تتعلق بالجزائر وتتعلق بمستعمر الأمس فرنسا وأن هؤلاء كانوا يعرضون في متحف بارسي هذا من حيث المكان وأيضا من حيث أدى الدروس فالشهداء عادوا إلى أرضهم بعد كل هذا المنفى فأمر مهيم حقيقة أن يبقى هؤلاء رفاة شهداء أبطال من أبناء الجزائر وهم في صورة حقيقة مزعجة حتى في جانب حقوقي وجانب إنساني قبل أن تكون من جانب وطني خاصة أن الأمر يتعلق بمستعمر أقتل أبناء البلد وأقطع أعناقهم ثم أخذهم ووضع جماجمهم في متحف يقال أنه متحف الإنسان الحقيقة أنه يجب أن نفهم في هذا السياق سياق هذه الأحداث البعض بالغ في إعطاء المعلومات الخاطئة هذا المسار أؤكد على أمر هام ومن خلال معلومات بالمصادر أن هذا الأمر كما نعلم بدأ منذ فطرة أعتقد من جوان 2016 بدأت الإجراءات وبدأت التعاملات والمراسلات بين الاجتماعات التنسيقية سواء في الداخل الجزائري أو بعد ذلك مع الجانب الفرنسي من وزارة الخارجية ووزارة المجاهدين ووزارة الخارجية الفرنسية وكثير من الإجراءات تمت وتوجد أمر في 6 ديسمبر 2017 أثناء الزيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الجزائر وهذا ما أعلن كما استمعتم أن الرئيس إمانويل ماكرون أبدأ استعداده التام لتسليم رفات شهداء الجزائر وحقيقة أنه هذا وأعلن أنه الأمر ستتم بإجراءات لأنه فرنسا كما نعلم كل أمورها تأتي في إطار قوانين في إطار الإجراءات متخذة لا يمكن أن تأتي مباشرة تعالى خذ الرفات وأذهب هذا ليس ممكن وهذا الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى لكثير من العمل أمر آخر أنه أنه مصدر نعم أنه مصدر أكد لي وهذا المصدر كان مقرب من دوائر الفريق أحمد جيد سالح رحمة الله عليه أنه كان يتابع الأمر شخصيا وأنه كان حريس جدا على أن الرفات هذه كانت ستعود في 5 جوليا 2019 غير أن الظروف والإجراءات تأخرت فضلا مما كانت تعيشه الجزائر أنا ذاك أنا ذاك فالإجراءات التي أتخذت والأمر الذي أتخذ يحسب للدولة الجزائرية أولا ثم يحسب إلى دور قامت به المؤسسة العسكرية من أجل استعادة هؤلاء الذين هم مقاومين وهم حملوا السلاح فهم يعني لو دققنا وأخرنا الأمر في مصاره الصحيح فهم يعتبروا من العسكريين الجزائريين الذين قاوموا الساعمر ولو كانوا مقاومات شعبية ومدنية وإلا لكن من يحمل السلاح ويقاوم يتحول إلى عسكري بصفة آلي حقيقة أنه الفريق أحمد قايد صالح كان يتابع الأمر ومصادر تتحدث من أنه لما الفطرة التي أعقبت 5 جولي 2019 كان منزعج كثيرا على أن الأمر لم يتم وكان يريد أنه يتحقق هذا الإنجاز في تلك الفطرة كعربون فرح وإسعاد للشعب الجزائري الذي طالما عبر عن أنه ابن الشعب وأنه ينتمي إلى هذا الشعب وأنه وأنه تقول ما نجلو الثياب هذا احنا ابن الشعب أنا شيخ صير نقول لك بكل ما ابتخار أن الشعب هذا تعدمنا في الثورة شوفنا قيمة الشعب وشي احنا عنا المكحلة نضرب تلاقينا العسكو نضرب ليس يشده جدا ولكن الشعب كل ما تكون واجهة ما بينه وليس يعمار هذاك الدوار راه ما يخليه صغر حتى بكرش مور هذا الجيش تعال شعب بيش احترافي هذا جيش منجهز من جميع الاسلحات جميع القوات ضد العدو موجود شعب يستحيل انت طب لها كن يكون وشي الحقيقة أنه كما ذكرنا أنه الأمر عمره تقريبا الإجراءات بدأت عمرها ثلاث سنوات أيضا هناك أدوار قامت بها جزائريون هنا في فرنسا خارج الإطار الرسمي وأعرف بعضهم 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 بذل الكثير وأسسوا حتى جمعية وأعرف صديق اسمه غضاب عبد الرزاق وهو ناشط جزائري جزائري كان يناظل في هذا الجانب ويبذل الكثير ويبذل ويبذل معناها أنه حتى المجتمع المدني لعب دورا في تفعيل هذا الأمر لأنه حقيقة أنه لو دققنا فيه يعتبر وصمة عار في جبين فرنسا أن تأتي برفات مواطنين من بلد آخر وتضعهم في متحف أعتقد بأن هذا الجانب أصلا مسيء جدا ومذر وغير نافع ويحتاج إلى وقفة ومراجعة أيضا هناك الكثير من ما زالت هناك الكثير من الرفات هناك من يتحدث عن 14 ألف وهناك من يتحدث عن أعداد أخرى مختلفة لكن المؤكد أن هناك الأعداد كبيرة ما زالت وأيضا تحتاج إلى أن تعود إلى أرض الوطن إذن حقيقة أنه المعطيات كلها أنه المؤسسة العسكرية الجزائرية كانت تتابع وأن هذا هذا الأمر وكانت تحرص عليه حرص كبير والأمر تواصل بعد رحيل الفريق أحمد قيد سالح حقيقة تواصل بنفس الوتيرة وبنفس الحرص لأن هناك من كان يتابع هذا الأمر هذا لا يعني أنه قد يفسره البعض يقول أن الدولة الجزائرية غائبة لا أبدا هناك إجراءات تمت من طرف وزارات ولكن أنه كان حرص شخصي من فريق قيد سالح خاصة في الفطرة الأخيرة من أيامه كان يحرص كثيرا على استعادة هؤلاء وأعتقد بأنه هذه نقطة إيجابية كبرى وإنجاز كبير نحن نحن دائما مبدأنا أن نقول للمحسن أحسن وللمسيئسات وهذا أعتقد بأنه من الأشياء الجميلة التي يجب أن تذكر ويجب أيضا أن تنسب لأهلها فما قام به الفريق أحمد قيد صالح يستحق التنويه ويبدو بلا أدنى شك أنه كان الحاضر الغائب في هذا العرس الكبير هذا العرس التاريخي الذي بقدر ما هو فرحة أيضا فيه أحزان لأنه عاد استدعاء مشاهد التاريخ ونحن نعلم بأن الشهداء ليسوا مليون نصف فقط الذين تم تقديرهم في 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 فيترة الاستعمار في فيترة ثورة ثورة نوفمبر بل أن الرئيس الجمهورية بحاد ذات قال بأن هم تجاوز خمسة ملايين 1832 à 1962 تد notre indépendance je pense certains historiens vous disent qu'il y a eu 5 630 000 martyres 1 500 000 dans la 1 500 000 déjà c'est un pourcentage énorme par rapport à la population de cette époque là ولو أخذنا بطريقة حسابية عدد المواطنين للجزائريين وقضية التكاثر التي كانت تعليف الجزائر لأدركنا أن الجزائر فقدت الكثير من أبنائها فقدت الملايين من أبنائها في سبيل استرجاع حريتها الحقيقة أن المواقف من هذا الحدث التاريخي جاءت متباينة بلا أدنى شك أن المبدأ العام والمنطلق العام الذي أجمع عليه الجزائريون هو فرحتهم باستعادة هذه الجماجر وإشادتهم بهذا الأمر ولا أعتقد أنه فيه جزائري يتمتع بروح من الوطنية قد لا يفرح إلى هذا الأمر ولا يفرح باستعادة رفاة شهيد لكي يدفن في وطن ولكن هناك أيضا من حاول تسييس هذا الأمر هناك من أراد أن يصفي حساباته مع السلطة هناك أيضا أطراف في السلطة استغلت الأمر تحاول استغلال الأمر أمر سياسيا كما أؤكد وهذا أمر طبيعي يحدث في كل الحكومات وحتى فيه لدى المعارضات تستغل أيضا مثل هذه الأحداث في الجانب السياسي وأنا أعتقد بأنه مثل هذا الأمر لما يتعلق بالتاريخ من المفروض أن السياسة تترك جانبا هذا أمر إنساني وتاريخي ويتعلق بهيبة شهداء قاوموا المستعمر الفرنسي وعلى مدار سنوات ودفعوا حياتهم ومن حقهم على علينا ومن حقهم على أحفادهم الجزائريين أن يعيدوهم إلى أرضهم هذا أمر طبيعي ولكن أتسيس هذه الحادثة أيضا شيء ما لا يمكن أن لا يحدث في ظل التجذبات وفي ظل الاستقطاب الذي يعرفه المشهد السياسي في الجزائر أمر طبيعي تحدث مثل هذه الأمور ولكن الحقيقة التي يجب أن نقف عندها لنترك للشهداء هيبتهم وقداستهم ولا يجب أن ندنسهم بحسابات سواء تأتي من طرف السلطة أو تأتي من طرف المعارضة هذا أمر يجب أن نبتعد عنه قدر الممكن أيضا هناك مواقف أخرى هناك من طالبة بالمزيد وهذا طبيعي فهناك أيضا رفات مزالت هناك الكثير من الرفات والجماجم الموجودة هنا في باريس يجب أن تعمل السلطات الجزائرية من أجل استعادتها هناك أيضا من تحدث بطريقتين هناك يقول أهلا وسهلا بهؤلاء الشهداء ولكن أيضا هناك الأحياء يجب أن نلتفت إليهم وهناك أيضا من قال بأن لا يهمن الشهداء هؤلاء أفضوا إلى ربهم وإن شاء الله أحياء عند ربهم يرزقون سواء كانوا جماجمهم في مكان في متحف أو جماجمهم تحت الأرض لا يهمن وأعتقد أن هذا منطق خاطئ خاطئ ومقاربة خاطئ أن القضية تتعلق بهيبة الأحياء وكرمتهم وهيبة الموت أيضا أيضا وهذا من واجبنا تجاههم لا أعتقد بأن هذا الأمر ولكن قضية أن الأولوية للأحياء أعتقد ما فيها لا أولوية ولا شيء للشهداء مكانتهم وأيضا بالتوازي يجب على الدولة الجزائرية أن تعمل أيضا من أجل استعادة ما تبقى من الرفات أيضا استعادة مدفع بابا مرزوق الذي لديه عمقه التاريخي ولديه مكانته في تاريخ الجزائر وهو موجود في فرنسا أيضا هناك أرشيف أرشيف الثورة يجب أن يستعاد هناك كثير من الأمور يجب العمل عليها في هذا الإطار ولكن في المقابل أيضا هناك عمل آخر يجب أن يحدث يتعلق بالجزائريين الأحياء لدينا حراجة جزائريين هنا يعانون الأمرين خاصة في جائحة كورونا تجاوز حقيقة مؤلم جدا ظروفهم كانوا يعتاشون ويعملون يتحركون في طرق ما في فطرة لكانت الأمور مفتوحة ولكن مع فطرة الحجر والحضر التي عرفتها فرنسا بسبب جائحة كورونا عانوا الأمرين ليس لديهم مداخيل كثير ما عندهم جوازات جوازات هناك أيضا من العالقين الجزائريين أتحدث لي بعض المصادر آذر من المصادر بأنهم في نحو خمسة ألاف جزائري كانوا عالقين هنا في فرنسا ظروفهم مأساوية بسبب غلق الحدود وتوقيف الطيران وكذا وكذا أيضا هؤلاء فيهم جزائريين أيضا حرموا من أوطانهم هناك أبناء شهداء هناك أبناء مجاهدين يجب أن يعودوا إلى وطنهم وأنا شخصيا ولا أريد أن أتحدث عن نفسي ولكن هذه فرصة أنا أيضا نحو خمسة عشر عام وأنا محروم من بلدي من حقي أن أعود إلى وطني وأنا ابن مجاهد آهد وحفيد شهيد قتل تحت التعذيب في سجن الكدية في تبسة وتشاهدون على الشاشة صورة جد الشهيد أيضا تشاهدون صورة صورة عمي بالخير رحمة الله عليه الذي قتل في جامعة الزيتون وهو من طلاب العلم ومن حفظة كتاب الله وكان يدر كان مجاهد وراح يدرس هنا وكان من مثقفي جيش التحرير الوطني وتم اغتياله في ظروف قامضة وليومنا هذا عائلتنا لا لم تقف على قبره وتوفيت جدة رحمة الله عليه وهي تبكيه على مدار سنوات طويلة منذ عام 1958 وهي تبكيه إلى عام 1993 في الأول نوفمبر ليلة أول نوفمبر 1993 توفيت هذه الجدة التي بكت شهيدها وبكت زوجها الشهيد وبكت أيضا أبناءها وبناتها اللواتي حملنا السلاح في وجه المستعمر الغاشم وكثيرا ما تعرضوا إلى محاولات قتل واعتقال وغيرها إذن قصة ليست أهم من قصص أخرى كثيرة لجزائريين محرومين من بلدهم وأعتقد بأن الجزائر دخلت في العهد الجديد يجب أيضا أن تستعيد نخبها تستعيد الذين دفعوا الثمن وقاومتهم للعصابة الحاكمة والعصابة التي أفسدت في البلاد وهانت العباد ومارست الإفساد ومارست حتى الإرهاب إذن إخواني الكرام يجب على الدولة الجزائرية إذا كانت تريد أن تعيد كرامة الجزائريين وتعيد هيبة الدولة الجزائرية فهيبة الدولة من هيبة مواطنيها هيبة الدولة من الصورة المثلة التي تبرزها في الدفاع عن مواطنيها لا لو نلاحظ الكثير من الدول كيف تتحرك وتتصدى وتعلن المواقفها إن تعلق الأمر بمواطنها ونحن لدينا مواطنين يعانون الأمرين أي في كل أسقاع الأرض لا تقول أن حرق مدام حرق يتحمل المسؤولية كما قال لي مرة أحد المسؤولين الجزائريين عندما حدثته عن مآسي الحرق فقال لي حرق يتحمل المسؤوليته ونفس المسؤول وأولاده كلهم بعثهم يدرسوا يا في فرنسا يا في بريطانيا ولا أحد منهم رجع ابناء تزوجهم هنا في فرنسا وأولاده أيضا زوجهم ولم يرجع منهم أي أحد فقال لي يتحمل المسؤولية أبدا هم ضحايا هم ضحايا سياسة معينة وهذه السياسة وقف وتصدى لها الجزائريون لذلك يجب أيضا أن تعاد لهم كرمتهم يجب أن تمنح لهم جوازاتهم يجب أن تبذل الدولة جهدها فوجود مواطن مشرد في أي بلد هو يعطي صورة سيئة على الدولة قلوبنا بلا أدل شك على بلادنا فكما فرحنا وسعدنا واهتز وجدالنا وذرفت عيوننا دمعا على استعادة هؤلاء فنحن أيضا سنفرح كثيرا عندما نرى الجزائريين يعودون إلى وطنهم تحتضن الأمهات أبناءها أيضا لدينا مفقودين إين لا عددهم كثير إير هناك أمهات منذ التسعينات وهن يحترقنا على فلذات أكبادهن الذين غابوا ولا يعلمن عنهم أي شيء هذه أيضا من المآسي آسي والله إن دعوة أم محرومة من ابنها قد تؤثر وقد تطال الكثير إير للأسف الشديد هناك استعادة كرامة الأحياء واستعادة كرامة الشهداء هي سيانة لا فرق من أن تعمل الدولة على أن تجلب جمجمة محمد الأمجد بن عبد المالك الشهير والمعروف أبي الشريف ببغلى الذي قالت له للا فاطمان سومر لحيتك لن تكون عشبا أبدا وهي إحاء رمزي إلى الرجولة وهي فيها كثير من الإحاءات الرمزية لا فرق بين أن نجلب جمجمة هذا البطل الذي عندما قبض عليه أحد الجزائريين للأسف الشديد يطالبه أن لا يقتله ويسلمه للفرنسيين وكان يقصد بذلك أنه يريد أن يقتله الفرنسي فضلاً أن يقتله ابن بلده ولكن للأسف عجل ذلك الخائن بقطع عنقه وهو على قيد الحياة لا فرق بين هذا وأن نستعيد أبناءنا وأن نعيد لهم كرامتهم في الداخل في الجزائر العميقة في المدن التي يعاني منها الناس من الفقر الدولة التي تريد الرجل المسؤول الذي يريد أن ينال رضا رب العالمين أولاً ثم رضا الشعب عليه والمواطنين وينال دعوات بظهر الغيب تقدم له من طرف أبناء الجزائر هو الذي يعمل على نصرة المستضعفين هناك أيضاً الكثير من الجزائريين يقبعون في السجون منذ التسعينات هؤلاء الذين ذهبوا ضحية خالد نزار وتوفيق وغيره فيهم الكثير من المظلومين والمفتهدين الذين يعانون من أمراض شتى نعم من يعمل على رفع المعاناة على الأحياء ويستعيد رفاة الشهداء يستحق أن نضعه تاجاً على رؤوسنا لأننا كجزائريين لا هم لنا إلا أن يظل وطننا كريماً وشهداؤنا في عليائهم مقدسين لهم هيبتهم ولنا كجزائريين أحياء كارمتنا إن حملنا جواز صفرنا ودخلنا إلى أي بلد نكون معززين مكرمين لأننا أبناء الجزائر ويحكي للكثيرون عندما كانت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة الجزائري عندما يزور أي بلد في العالم أو أي بخاصة البلدان العربية والإسلامية يفرش له الرمل كما يقال التكريماً لهذا هذا لأنه من بلد الشهداء والأبطال يجب أن يعود هذا الإحساس يجب أن يعود هذا الفعل يجب أن يعود هذا هذا الأمر عاد الشهداء أو الشهداء يعودون هذا الأسبوع وهي رواية للرواء الجزائري الطهر والطار نعم عاد الشهداء وما زال شهداء آخرون يجب أن يعودوا وهناك أحياء يستحقون العودة وكلنا أبناء الجزائر إن اختلفنا يجب أن نختلف من أجل مصلحة الجزائر وإن اتفقنا فنحن من أجل مصلحة الجزائر وعندما يتعلق الأمر بالجزائر وبكرامة الجزائر فأنا مستعد أن أعانق حتى من أختلف معه فخلافنا ليس خلاف بين أشخاص أص ولا حسابات شخصية ولا مصالح ذاتية بل هو خلاف واختلاف وتباين في الرؤى من أجل الصالح العام فهو ينظر من زاوية وأنا أنظر من زاوية أخرى ويا ليت الزوايا تكتمل ونلتقي جميعا على قلب رجل واحد فكما فرحنا بالشهداء يعودون يجب أيضا أن نفرح بالأحياء وهم يستعدون كرمتهم يستعدون حقوقهم وهي التي تحفزهم بلا شك على أداء واجباته هنيئا للجزائر هنيئا للجزائريين بعيد الاستقلال والشباب هنيئا لنا جميعا بعودة هؤلاء الشهداء وإن شاء الله وعقبال يعود ما تبقى منهم ونفرح جميعا وبغد أفضل بإذن الله تعالى علينا أن نلتحم جميعا وأن نبتعد عن الحسابات الطيقة ونبتعد على العمل المصلحي المحدود الذي لا يراعي مصلحة الوطن ولا يراعي ولا يراعي مستقبل العباد ولا يراعي أمآلات البلاد فهذا بلا أدنى شك سيكون ضرره كبيرا فأوطاننا مهددة من خارجها وأيضا مهددة من داخلها والدول التي لا تعمل على إرساء اللحمة وتعزيزها داخليا ستكون لقمة سائغة من الخارج فلم يعد الاستعمار ذلك الذي يأتي غازيا بالجيوش بل الآن يأتي بأفكاره التي تغزو الحقول قبل أن تتواجد حوافر نعم قبل أن تتواجد حوافر عساكره على الحقول شكرا لكم جميعا أحبة الكرام هنيئا لنا ولكم إن شاء الله نلتقي في حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته